لم يسلم المجلس الدستوري من السقوط المدوي فهذا المجلس بلا القرار الذي توصل إليه بشأن الطعن بالتعديلات على قانون الانتخاب أثبت أنه ألعوب بيد منظومة سياسية فاسدة تمكنت من استخدامه كأدات سياسية تتحكم بها لفرض صفقاتها الجهنمية وهكذا ترك المجلس إشكالية النصاب للبزار السياسي وجير صلاحياته لمجلس النواب ورفع أعضاؤه العشرة معترفين بعجزهم المخزي عن الحفاظ على الدستور نعم إنها سابقة خطيرة تسجل لأول مرة في تاريخ المجلس منذ بدء ممارسة عمله عام 1994 فلا يأخذ قرارا بشأن طعن مقدم إليه على غرار ما كان يحصل دوما وحدهم المغتربون خرجوا منتصرين بفعل هذا الصراع السياسي المغلف بالدستوري فهم سيتمكنون بعد لا قرار الدستوري من التصويت لل128 نائبا وليس لستة نواب فقط على أساس الدائرة 16 رد القانون ما سمح أن تصاب أغلبية المغتربين بخيبة أمل لأن يريدون التعبير الديمقراطي والتصويت بحرية لمرشحيهم كل من بدائرته الانتخابية أن مصرح العليا للدولة يلي هي ريزون ديتها تقتضي القرار يلي تخيز من قبل المجلس الدستوري بدي يقول ألف شكر لأله يلي بطريق ما حمى وحدة الصف بالاغتراب اللبناني على جميع القرارات لا قرار المجلس الدستوري أي لا ميجا سنتر أيضا هيئة الإشراف على الانتخابات يجب أن تؤلف فورا وآخر مهل للذين تسجلوا للإقتراع في الخارج من أجل تصحيح قيودهم هي في الأول من كانون الثاني صحيح يلي قدم القانون أنا بفهمه ونعتبر أنه كان على حق بس لأنه تصوت عليه بالماضي اليوم بعتقد ما كان بيمشي لأنه أصلا ما في مراسيم تشريعية طلعيت ونحن اليوم أربعة شهر قبل الانتخابات بأعتقد حتكون صعبة كثير أنه نقدر نقوم على الوقت هذا أنا بعتبر بده درس أكثر من هيك ويمكن نحن نشارك مع البرلمان الجاية نكون موجودين حدهم نعطيون أراءنا ونغير أراءنا بهذا الموضوع في المحصلة كيان المجلس الدستوري لم يعد عامل أطمئنان على حصن سير العملية الانتخابية المقبلة وتعديل قانونه وتركيبته أصبح أكثر من واجب اشتركوا في القناة